طيب أنا عايز أتفق معاك وإحنا كده في بداية الحوار نعمل نظام للحوار ده الحوار ده مش هيبقى ماشي بالترتيب زي ما هتاخدنا الكلام رواية قصة هنقف فين ويعني نجاوب باختصار عشان أخد كل الأسئلة ماشي أوكي إيه رأيك؟ اتفقنا نعتبر ده وعد؟ خلاص ده دستور الرواية المصرية يعني الرواية المصرية فيه جدل الأيام دي يقولك فيه ناس تقولك يعني الرواية مفيش الفرق بين الرواية والقصة وبقى فيه كده دمج ما بين الرواية والقصة رغم أن احنا شعب الأدب يعني عندنا أدباءنا الكبار اللي كتبوا عشرات ومئات الروايات اللي موجودة عندنا وعندنا نجوم وأدباء كبار كتبوا للقصة القصيرة فالقصة القصيرة والرواية بينين لكن لماذا هذا الجدل هدي الأيام؟ يمكن لأنه كتاب القصة القصيرة حاسين أنه هم مظلومين وهم والشعراء في الحقيقة فيه فنين كبار مظلومين حاليا الشعر والقصة القصيرة مظلومين بمعنى إيه؟ دور النشر لا ترحب بإنتاجهم فيه انطباع أنه الكتب دي مش بتوزع رغم أنه في الستينات والخمسينات كانت القصة القصيرة هي المتواجعة لعرش الأدب في مصر طبعا هذا ابن الكبير يوسف إدريس كتب قصص قصيرة كثيرة جدا لم تتعد ورقة ونصف بالضبط بقلنا عشر خمساشر سنة يمكن عشرين سنة الرواية هي المتصدرة المشهد في مصر وفي العالم العربي فيمكن من هنا من وقت للتاني بيجي الجدل ده شكرا شكرا